بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ في الانتريار بتتري بنأخذ في البداية موضوع جروث هرمون طيب جروث هرمون يا شباب هو عبارة عن يحتوي على 191 أمينو أسد من وين روليز مثلا روليز من منطقة تسمى سوماتو تروبك اللي هو سل في الانتريار بتتري يعني في الفصم اللي هو الأمامي من اللي بيساعد في إخراج اللي هو الجروث هرمون أو من اللي بيساعد في إفرازه من الانتريار بتتري هو عبارة عن جروث هرمون روليزنج هرمون بريديوس باي هيبو ثلامص إذن الهرمون المحفز الجروث هرمون من الانتريار بتتري هو عبارة عن الجروث هرمون روليزنج هرمون قلنا الموجود في الهيبو ثلامص تكلمنا في المحاضرة السابقة قلنا لدينا ثلاث اللي هو بتكون ثلاث تسميات للهرمونات اسم الهرمون في الهايبوثالامس والاسم في الفصة الأمامي أو الخلفي وأيضاً الاسم اللي هو في البرفرالجلاند طيب يحتاجه سواء عند الـ يعني في الطفولة أو اللي هو في البالغين ولكن أكيد أنه عند الأطفال مثلاً والأشخاص اللي أعمارهم دون 18 سنة بيفرز ب اللي هو كميات كبيرة وتقل إفرازه عند من عند كبار السن سواء عند الميل أو عند اللي هو الفيميل طيب أيضاً الـ جروث هرمون يا شباب له علاقة في اللي هو اللي بد والكربوهايدريت ميتابوليز له علاقة في اللي هو البون لدينا جروث هرمون مصنعة موجودة اللي هو في السوق تسمى ري كومبيننت طبعاً جروث هرمون from human growth hormone يسمى سوماتو تروبين سوماتو تروبين إذن لدينا نوع من أنواع الجروث هرمون الموجودة في السوق بشكل مصنع سوماتو تروبين أكيد بش بنستخدمه في الناس اللي عندهم نقص بمن اللي هو في الجروث هرمون لها علاقة في أمراض معينة زي دوارفزم دوارفزم اللي عبارة عن قصر اللي هو القامة إذن هذا سوماتو تروبين يستخدم for treatment children growth disorder الأطفال اللي عندهم مشاكل فيه اللي هو النمو والأشخاص أيضاً الأدلت growth hormone deficiency والأشخاص الكبار اللي عندهم أيضاً نقص أو absence of اللي هو growth hormone لأنه حتى الكبار بيحتاجوا أيضاً growth hormone حتى اللي أعمارهم اللي هو فوق 18 سنة لدينا يا شباب ما يسمى اللي هو serum level تركيز growth hormone في الدم سواء عند المن ولا عند الومن ولا عند children ولا نيوبورن أكيد أكثر تركيز بيكون مثلاً growth hormone خلال مثلاً اللي هو نيوبورن يعني في الأطفال أو حديثي الولادة بيصل من 5 إلى 40 نانو جرام برمل طيب عند النساء أيضاً بيكون أقل لسدان 10 نانو جرام برمل عند الرجال بيكون لسدان 5 نانو جرام برمل الأطفال ممكن يصل إلى 20 نانو جرام برمل إذن أكثر مراحل العمر التي يزداد فيها growth hormone أكيد مرحلة child هود والطفولة اللي هو نيوبورن لا سيمن نيوبورن طيب هنا لدينا موضوع آخر فيما يتعلق في growth hormone بنسمي regulation أو regulation growth hormone ما هي العوامل التي تزيد إفراز growth hormone وما هي العوامل أو الأدوية أو الهرمونات التي تقلل من إفراز growth hormone هذا شيء هذا شيء مهم إذن regulation of growth hormone simulator of growth hormone secretion متى يزداد أو ما هي الأشياء التي تزيد من أفراز growth hormone أول شيء أكيد growth hormone releasing hormone اللي هو عبارة عن الهرمون الموجود في الهيبو ثلامس قلنا المسؤول عن اللي تحفيز إفراز growth hormone growth hormone طيب رقم اثنين هرمون اسمه ghirline هذا يسمى hunger hormone هرمون اللي هو القوع يعني يفرز أثناء اللي هو الجوع وبالتالي مثلا من ضمن الهرمونات لو شخص جاع مثلا الهرمون اللي بيفرز هو ghirline طبعا إذن ghirline يؤدي إلى زيادة إفراز من growth hormone وبالتالي الأشخاص اللي تحصل عندهم مقاعة وأشياء من هذا القبيل ممكن أنهم يكونوا طوال القامة طوال من القامة نتيجة أن ghirline هذا بيعمل تحفيز growth hormone أيضا الأشياء الأخرى deep sleep النوم العميق يؤدي إلى زيادة إفراز growth hormone fasting يعني بقاء الشخص صائم لفترة كبيرة يؤدي قلنا إلى زيادة إفراز growth hormone hypoglycemia نقص سكر الدم أيضا exercise تماري رياضية شديدة كل هذه الأمور بما فيها six hormone أيضا six hormone يزيد أفراز growth hormone وبالتالي الأشخاص الذي أو أثناء أثناء إفرازات six hormone أو تصنيع six hormone سواء عند النساء ولا الرجال بيحصل نمو بشكل كبير جدا يعني في سن البلوغ عند النساء والرجال بيحصل نمو بشكل كبير جدا بسبب زيادة اللي هو six hormone طيب أيضا arginine وكلوندين دواء اسمه alpha 2 agonist يزيد من أفراز اللي هو growth hormone الدوبة وهذا هو بيصنع من الدوبة من وبالتالي يزداد growth hormone نيكوتين أيضا نياسين له فيتامين البي 3 هذه العوامل الذي سبق ذكرها كلها تؤدي إلى زيادة إفراز growth hormone طيب inhibitor of growth hormone secretion ما هي العوامل التي تقلل إفراز growth hormone أول شي أكيد معنا growth hormone inhibitory hormone قلنا هرمونة النمو نوعين واحد مثبط واحد محفز المثبط لهرمون النمو اسمه سوماتوستاتين أكيد متى بنحتاج سوماتوستاتين لمريض هذا الأشخاص اللي عندهم زيادة في هرمونة النمو نحتاج نعطيهم أدوية اسمها سوماتوستاتين أو سوماتوستاتين أنالوج يعني شبيهات سوماتوستاتين وهو عبار عن هرمون مثبط لهرمون النمو طيب من ضمن الأشياء أيضا الذي تثبط جروث هرمون يعني لو في شخص أخذ جروث هرمون مثلا بيعمل negative feedback يعني لو ما نأخذ الهرمون الخارجي يعني بيتوقف الهرمون من اللي هو الداخلي insulin like growth factor نفس القصة لو أخذ شخص insulin like growth factor طبعا هذا بنستخدم الإنسولين اللي هو like growth factor وما إلى ذلك في الناس اللي عندهم دوار فزم الناس اللي عندهم دوار فزم اللي هو قصر من القامة كل هذه العوامل بتعمل negative feedback تغذية رجعية كيف تغذية رجعية عندما نأخذ الهرمون الطرفي يتوقف الهرمون الداخلي إذن عندما نأخذ هرمون خارجي يتوقف الهرمون من الداخلي ما هي الأشياء غير هذه الأمور gluco corticoids gluco corticoids اللي هي مشتقات الكورتيزون مشتقات الكورتيزون هذه زي الدكسامي ثازون وبردنزون بردنزون هذه تقلل اللي هو growth hormone secretion أيضا الهيبر glycemia اللي هو increase of blood sugar يقل frasmon اللي هو growth hormone لدينا موضوع آخر mechanism of action آلية عمل growth hormone طيب كيف بيشتغل growth hormone بنشوف المخطط هذا بيكون واضح بشكل كبير جدا growth hormone يا شباب هذا أو insulin like growth factor مثلا growth hormone بيرتبط مع حاجة اسمها growth hormone receptor في سيتوبلاز موجود في البون موجود في الليفر موجود في المصل في الكدني في العديد من التيشو إذن growth hormone بيرتبط في حاجة اسمها growth hormone receptor طيب أثناء ارتباط يا شباب بيؤدي إلى زيادة ما يسمى اللي هو الجاك وأيضا الاستات الاستات اللي هو عبارة عن signal transducer activated transcription عندما يزداد اللي هو الجاك واللي هو الاستات بيؤدي إلى حاجة اسمه transcription of tergene وبالتالي بيزداد من اللي عايز داد بيزداد اللي هو IGF اللي هو insulin like growth factor هو اللي بيعمل أو يسمى اسم آخر يسمى سوماتومدين سوماتومدين وبالتالي بيحصل عند الشخص growth مثلا metabolism وما إلى ذلك إذن هذه بالنسبة ل mechanism of action اللي هو growth hormone كيف بيرتبط اللي هو مع اللي هو growth hormone receptor ويزيد مثلا insulin like growth factor لدينا موضوع آخر وهو function of growth hormone وظائف growth hormone طيب يهمنا الوظيفة الأساسية اللي لها علاقة في موضوعنا effect on growth التأثير هرمون النمو على اللي هو growth اللي هو على النمو طيب growth هرمون يا شباب increase protein synthesis أكيد بيعمل زيادة تصنيع البروتين وبالتالي بيعمل cell division يؤدي 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 إلى increase number and size of cell بيزيد من عدد الخلايا ومن حجم اللي هو الخلايا وبالتالي increase size of tissue and organs بيزداد من حجم اللي هو الأنسج أيضا واللي هو الأعضاء الموضوع المهم هو إنه لو زاد هرمون النمو قبل البلوغ ما الذي يحصل ولو زاد اللي هو بعد البلوغ بعد البلوغ ما الذي يحصل بيفور and يورينج بوبرتي لو زاد هرمون النمو قبل وأثناء البلوغ بتسمى بين قوسين بيفور inion of epifaces يعني قبل أن تقفل نهاية العظام يعني للشخص اللي عمره مثلا تحت 20 أو تحت 18 سنة بيأثر لنا يا شباب على ما يسمى كوندريو سايت الكوندريو سايت هو عبارة عن خلايا موجودة في الكارترج في الكارترج مسؤولة عن increase liner growth of bone إذن هو يعني بيحفز لنا بيأثر لنا على الكوندريو سايت وبالتالي يؤدي إلى increase liner growth of bone يعني بيزيد اللي هو من طول العظام من طول العظام وبالتالي الشخص بيطول بيطول الشخص بسبب تأثير هذا اللي هو الهرمون أيضا بيأثر على بلاست هذه مسؤولة عن ما يسمى bone formation اللي هو تشكيل اللي هو العظام وبالتالي عندما يزيد مثلا يحفز الأستيو بلاست بيعمل increase thickness of bone يعني بيزيد سماكة من العظام إذن يا شباب أثناء البلوغ وقبل البلوغ مثلا بيزيد من اللي هو line growth of bone وبيزيد لها من thickness لكن الأمر يختلف بعد من البلوغ يحصل after union of epiphaces يعني بعد ما تقفل نهاية العظام ما بيزيد اللي هو line growth وإنما يحصل increase thickness of اليهبون يزيد من سماكة العظام لأن epiphaces يعني نهاية epiphaces نهاية العظام الطويلة حصل لها closed يعني تغلق وبالتالي الشخص ما يطول وإنما يحصل فيه أيش اللي هو تضخم أو عبارة عن زيادة سماكة من اللي هو العظام وهذه تحصل أحيانا يحصل ورم مثلا لأشخاص ورم في الهيبو ثلامس الورم هذا يؤدي إلى زيادة هرمون النمو وبالتالي يحصل عند الشخص مرض اسمه أكرو ميقالي أكرو ميقالي هو عبارة عن تضخم الأطراف نتيجة اللي هو increase growth hormone على الأموم بشكل سريع جدا فيما يتعلق في الميتابوليزم مسؤول في البروتين ميتابوليزم بيعمل أنابوليك يعني increase amino acid aptate يعني يزيد التقاط اللي هو amino acid إلى الخلايا من أجل تصنيع البروتين يعني مسؤول عن تصنيع يصنع البروتين عشان يساعد في انقسام الخلايا يزيد التصنيع ويقل تكسير البروتين ويقل من العوامل اللي بتعمل سكر يعني بيعمل ممكن هيبر جليسيم لماذا لأنه بيعمل increase glucose production يزيد إنتاج الجلوكوز بواسطة الليبر طبعا الليبر عن طريق اللي هو تحويل الجلوكاجون إلى الجلوكوز طيب الشيء الثاني يا شباب increase insulin resistance بيزيد اللي هو insulin resistance وبالتالي هذه الأمور أكيد هذا اللي هو هرمون يعمل لنا هيبر ممكن جليسيم طيب على الفات metabolism على ما يتعلق في الفات metabolism increase labeless يعني بيعمل breakdown للليبد إلى free fatty acid لكنه بيزيد اللي هو أيضا يزيد increase triglyceride abtake in the liver by enhancing of label protein لبيز إذن يزيد الليب protein لبيز وبالتالي يؤدي إلى التقاط التقاط triglyceride اللي هو triglyceride نوع من أنواع الدهون بيزيد التقاط إلى من إلى الليفر طيب ما هي المشاكل التي بتحصل سوى زيادة أو نقص الgrowth hormone لدينا موضوع آخر عنوان مهم جدا disturbance of growth hormone function disturbance of growth hormone function أول مشكلة بتكون hypo function يعني قلة هرمونات النمو اسم المرض بين قوسين dwarfism اللي هو يسمى مرض اللي هو القزام أو الأقزام هؤلاء أو اللي هو قصر من اللي هو القامة وما إلى ذلك على العموم اسمه dwarfism هذا وهو عبار عن اللي هو قصر القامة المشكلة الثانية تسمى أيضا غير dwarfism أكوندرو بليجيا تسمى المشكلة الثانية أكوندرو بليجيا ما هو الفرق بين dwarfism والأكوندرو بليجيا الدوارفism بيكون هناك قصر في القامة يعني قصر في اليدين وأيضا اللي هو في الأرجل وحتى من منطقة الخصر إلى الكتف لكن الأكوندرو بليجيا هذه بتكون مثلا اللي هو من الخصر إلى الكتف طبيعي أو الشخص يكون طبيعي الطول طبيعي من الخصر إلى الكتف ولكن القصر يكون في الأرجل أيضا في اللي هو اليدات بالنسبة للمريض أشياء الثانية عندما نأخذ بش نعالج هذه المشاكل بنعالج الدوارفزم أكيد في القروث هرمون في هرمون من النمو لكن المشكلة الثانية لا تستجيب لهرمون النمو طيب قلنا هرمون النمو اسمه قروث هرمون بش نعالج الدوارفزم أكيد بنعالج الدوارفزم في قروث هرمون اسمه سوماتو تروبين قلنا سوماتو أيش سوماتو تروبين ولدينا أيضا هرمونات أخرى طيب السومات وتروبين هذا يا شباب يستخدم للتشولدرين اللي عندهم دوارفزم يعني دوارفزم قصر قلنا اللي هو القامة المريض اللي عنده الدوارفزم بيستخدم الدواء هذا ممكن بشكل يومي طبعا ممكن مثلا في الاسبوع ثلاث مرات اللي هو في الاسبوع أو مرتين في الاسبوع حسب اللي هو دوارفزم وحسب اللي هو استجابة المريض اللي هو للدواء بيستخدموا لفترة إلى أن يصل إلى طول مناسب أو طول من محدد فورتشيلدرين أيضا ممكن يستخدم في المشكلة الأخرى قلنا اللي اسمها أكون دروبليجيا ولكن المشكلة هذه المسألة وما فيها أنه الدواء أو المرض هذا لا يستجيب للدواء هذا يعني بيكون فقط فعال بشكل كبير جدا اللي هو في الدوارفزم المشكلة الأخرى مثلا لو كانت المشكلة لها علاقة في مثلا مشكلة في الاندوكراين وما إلى ذلك أو في الهيبوثلامس لدينا أيضا سيرجيكال تريتمين ممكن يعالج المريض بطريقة سيرجيكال على العموم قلنا اسم الدواء اللي اسمه growth hormone أو recombinant growth hormone سوماتو تروبين إذن لدينا دواء في السوق اسمه سوماتو تروبين يسمى اسم تجاري الهوماتروب موجود منه injection يعني سيرنج السيرنج هذه تسمى perifilled syringe يعني الدواء بيكون محبة داخل السيرنج زي الإنسولين الأقلام زي الإنسولين من؟ الأقلام يؤخذ الدواء هذا يا شباب subcutaneous أو اللي هو IM وقالت لكم ممكن يؤخذ مرة مرة يوميا أو في الأسبوع مثلا ثلاث مرات حسب مثلا اللي هو حدة نقص من growth hormone طيب بيش يستخدم هذا الدواء؟ أكيد بيستخدم في الناس اللي عندهم دوارفز اللي هو growth hormone deficiency أيضا بيستخدم أحيانا بشكل نادر في حاجة اسمها short bowel syndrome يستخدم يا شباب في الناس اللي عندهم HIV يعني AIDS مثلا والمرض هذا أدى إلى wasting ضعف عند الأشخاص هذول لأن growth hormone بيعملين على نمو اللي هو العضلات والأنسجة يستخدم أيضا في استخدامات ليست مشهورة تعتبر off labeled يعني علشان enhance performance of athletes يعني عشان يحسن أداء الرياضيين بعض الرياضيين يستخدموا هذه هرمونات النمو عشان يحسن من الأداء العضلي وما إلى ذلك يعتبر يا شباب أيضا anti-aging hormone يعني يمنع اللي هو تقدم اللي هو السن يمنع تقدم السن هذه الاستخدامات ليست نادرة سوى فيما يتعلق ليست مشهورة سوى فيما يتعلق في الاثلتس يعني الرياضيين أو علشان يمنع تقدم من اللي هو السن طيب رقم اثنين يا شباب من الأدوية أو من الهرمونات المستخدمة للأشخاص اللي عندهم دوارفز لدينا دواء اسمه ميكا سرمين اسمه ايش ميكا سرمين وهذا الميكا سرمين يعتبر اللي هو human أو يسمى recombinant human insulin like growth factor لدينا أيضا الدواء الثاني اسمه ميكا سرمين رينفابيت رينفابيت بنشوف وش الفرق بين الميكا سرمين وميكا سرمين رينفابيت الميكا سرمين يا شباب هو عبارة عن recombinant human insulin like growth factor هذا بالنسبة للميكا سرمين طيب والميكا سرمين هذا رينفابيت هذا هو عبارة عن combination مخلوط من ما يسمى recombinant human insulin like growth factor وزايدا insulin like growth factor binding protein اللي هو number three طيب إذن هذا عبارة عن combination طيب يستخدم يا شباب عشان prolong the action of insulin growth hormone like factor يعني بيستخدم علشان يطول مفعول insulin like growth hormone اللي هو factor طيب هذي بيش بتستخدم الأدوية هذه أكيد بتستخدم في الناس اللي عندهم growth failure مشاكل في النمو مشاكل في النمو سواء children يستخدم أيضا في الناس الأشخاص اللي عندهم primary insulin like growth factor deficiency طيب يستخدم مع من ممكن في الناس اللي عندهم growth hormone gentilation يستخدم أيضا في الناس اللي عندهم growth hormone insensitivity أو يسمى lauren syndrome يعني موجود growth hormone ولكنها growth hormone هذه ما بتلتقط من قبل من الخلايا يعني يحصل رزستانس لها وأشياء من هذا القبيل ما هي الأعراض الجانبية للميكا سرمين هذا من أهم الأعراض الجانبية أكيد بيحصل هيبو غليسيميا وشرحناها قبل لماذا بيحصل اللي هو الهيبو غليسيميا وبالتالي عشان نتجنب الهيبو غليسيميا المريض قبل ما يأخذ أو يحقن هذه الأدوية يجب عليه التناول اللي هو طعام معين يحتوي على كربوهيدريت من أجل تجنب الهيبو غليسيميا إذن عرفنا المشكلة الأولى فيما يتعلق في نقص growth hormone وكيف نعالجه المشكلة الثانية يا شباب هي عبارة عن هيبرفاكشن يعني زيادة هرمونات النمو إذا كان بعد البلوغ يسمى مرض أكروميجالي تضخم الأطراف وإذا كان قبل البلوغ يسمى gigantism اللي هو مرض العملقة العملقة يعني الشخص بيكون طويل بشكل كبير جدا يسمى gigantism وكليهما سوى زيادة قبل البلوغ أو بعد البلوغ يعني سوى أكروميجالي ولا gigantism له علاقة مثلا قد يحصل تيومر قد يحصل تيومر ورنف الهيبو ثلامص مما يؤدي إلى زيادة الهرمونات هذه وبالتالي أحيانا العلاج بيكون سوى للجيجانتزم ولا أكروميجالي بيكون سيرجيكل بيكون أيش سيرجيكل اللي هو عملية جراحية طيب أكيد بيش بنعالج اللي هو القيجانتزم والأكروميجالي بنعالجهم في أدوية اسمها growth hormone antagonist يعني المثبطات growth hormone معنا وش المثبطات somatostatin analog شبيهات من somatostatin وش قلنا somatostatin قلنا somatostatin يسمى growth hormone inhibiting hormone يعني مثبط الهرمون من أنه على العموم في دواء اسمه somatostatin يستخدم في بعض البلدان فقط somatostatin ما بيستخدم بشكل كبير جدا لأنه non selective ويعتبر short acting لكن معنا مجموعة أخرى اسمها somatostatin analog يعني شبيهة من somatostatin وهي مصنعة somatostatin طبيعي بينما somatostatin analog تعتبر مصنعة وهي طويلة من المدى ويفضل استخدامها إذن هذا عبارة عن growth hormone inhibitory اللي هو هرمون إش بيعمل تثبيت هذا بيثبط اللي هو growth hormone TSH يعني هرمونات اللي هو thyroid stimulation hormone وبالتالي بيحصل عند المريض hypothyroidism بيثبط الجلوكاجون وبالتالي بيحصل عند المريض hypoglycemia بيثبط مذهلا الإنسولين نفس القصة بيثبط الإنسولين طيب وبالتالي بيحصل hypoglycemia لأنه بيثبط الجلوكاجون بيثبط الجلوكاجون أيضا يعتبر يصنع على شكل systيروليز يعني طويل من اللي هو المدى طويل المدى ممكن يؤخذ اللي هو كل أسبوع وكل ثلاثة أسابيع على العموم اكتريوتايد يسمى synthetic analogs of somatostatin يعني شبيه السوماتوستاتين المصنى فترة عمله يا شباب هنا قد تصل إلى تسعين دقيقة أو ثمانين من أو ثمانين اللي هو دقيقة بيش يستخدم الأكتريوتايد أكيد بيستخدم في حاجة اسمها أكروميجالي أكيد قلنا أكروميجالي زيادة هرمونات النمو قبل من زيادة هرمونات النمو بعد البلوغ بعد من البلوغ يسمى مرضة تضخم يسمى يستخدم في الكارسونيت تيومر كارسونيت من تيومر يستخدم أيضا استخدامات في الفاز وآكتف انتستاينال بيبطايد تيومر على العموم المواضيع هذه بنأخذها في مواضي آخر احنا بيهمنا ما يسمى اللي هو في الأكروميجالي هذا بالنسبة للأكتريوتايد بيستخدم أيضا في مشاكل زي الناس اللي عندهم إيزوفاقيل فريسز أو بليدينج اللي عندهم نس في المري بيعمل لهم فازو وبالتالي يقلل النس في اللي هو المري يستخدم في بعض أنواع التيومر مثلا أو الكارسونود تيومر احنا بيهمنا الأكتريوتايد فيما يتعلق في اللي هو الموجود من الدواء هذا يا شباب أيضا ديوبوت فورموليش يعني ديوبوت طويل المدى طويل المدى اسمه ساندوستاتين لونج اكتينج ريليز ديوبوت يعني طويلة المدى هذا يستخدم ممكن اللي هو وانس افري فور ويكس مرة واحدة كل كم كل ثلاثة اللي هو أسابيع ما المعروف عن الدواء هذا بيعمل فيتامين بي تول ديفشنسي لو استخدم في فور لونج بريود افطايم يعني بيقل الفيتامين اللي هو البيض ناعش لو استخدم لفترة طويلة ما هي أشهر أعراض جانبية للدواء هذا بيعمل قل بلادر ستون بالأصحي يعني حصى في المرارة لماذا بسبب انه بيعمل ريدكشن للبايل برودكشن يقلل انتاج البايل من الكبد أيضا بيقلل الكنتراكشن للقل بلادر وبالتالي يزيد الانكريز فيسكوستي أوف بايل يعني بيزيد اللزوجة للبايل في القل بلادر وبالتالي ممكن يعمل عيش قلستون أيضا اشياء الثانية بيعمل غليسيميا يعني لخبطة في السكر أحيانا يحصل هيبر وأيضا بيحصل هيبو عيش غليسيميا وبيعمل أيضا هيبو وعرفنا قلنا هيبو ثوريديزم لأنه يقل الإفراز الTSH وبيعمل أيضا براديكارديا بيعمل نيوزيا فوموتينج وكرامبينج بيعمل استيتوريا يعني إسهال دهني إسهال دهني بسبب أنه بيقل القلنا اللي هو ما يسمى البايل اللي هو أسد طيب الدواء رقم اثنين من نفس المجموعة اسمه لنريو طايد لنريو طايد هو نفس الدواء اللي سبق ذكره ولكنه long acting يعني طويل اللي هو المدى بشكل كبير جدا إذن نفس الكلام ونفس الاستخدام للدواء السابق ولكنه طويل المدى الأدوية الأخرى اللي تستخدم أيضا في ما يسمى أكروميجالي اسمها growth hormone receptor هذه تقفل مستقبلات من؟ growth hormone إذن اسمها growth hormone receptor antagonist اسم الدواء بيك في سومان نفس القصة موجود منه بشكل injection موجود منه عشرين ملي جرام في منه أربعين ملي جرام يستخدم تحت اللي هو اللي هو الجلد يوميا تحت اللي هو الجلد يوميا إذن آلية العمل بالنسبة للدواء هذا من العنوان بيقفل مستقبلات اللي هو ما يسمى growth hormone وبالتالي يمنع عمل growth hormone اللي هو hormone يسمى بيك في سومان يستخدم في الناس اللي عندهم من اللي هو dwarfism إذن هذه معلومات عن ما يسمى اللي هو growth hormone أو growth hormone inhibitory hormone بننتقل إلى موضوع آخر اللي هو قلنا دواء آخر أو هرمون آخر بالعصاح هو البرولاكتين ما فيش دواء اسمه برولاكتين وإنما في هرمون داخل الجسم اسمه برولاكتين من اللي قلنا يتحكم في البرولاكتين يتحكم في البرولاكتين يتحكم فيه من اللي يتحكم فيه هو عبارة عن الدوبامين لو زاد الدوبامين يقل البرولاكتين ولو قل البرولاكتين يزداد الدوبامين طيب من هي الأدوية المحفزة من هي الأدوية أو لو زاد الدوبامين عند المرأة ما الذي يحصل ولو قل لو زاد البرولاكتين عند المرأة ما الذي يحصل ولو قل البرولاكتين عند المرأة ما الذي يحصل على العموم البرولاكتين عند النساء يزداد بشكل كبير جدا أثناء اللي هو الحمل لا سيما في الثلاثة الأشهر الأخيرة اللي هو من الحامل طيب مسؤول البرولاكتين عن ما يسمى لاكتو جينيسيز لاكتو جينيسيز هو عبارة عن سانثيسيز أوف ميلك أو عبارة عن ميلك برو دكشن مسؤول عن إنتاج الحليب طيب من المسؤول عن إخراج الحليب من الثدي أكسيتوسين إذن الأكسيتوسين بيعمل إخراج الحليب من الثدي من اللي بيعمل تصنيع للحليب هو من هو البرولاكتين لكن لو زاد البرولاكتين عند المرأة ممكن يعمل اللي هو عدة مشاكل عند المرأة طيب يا شباب متى يحصل خروج للأكسوتوسين قلنا الأكسوتوسين عبارة عن هرمون يفرز من الفص الخلفي أثناء الساكنج يعني من قبل البيبي عندما يسوي ساكنج أو يعني رضاعة في الثدي أو لحلمة الثدي الساكنج هذا يؤدي إلى تحفيز إفراز الأكسوتوسين من الفص الخلفي للغدة النخامية وبالتالي يؤدي الأكسوتوسين هذا بيعمل في الإبيثليا للبرست بيعمل لها وبالتالي يساعد في إخراج من الحليب وفي دوا في السوق اسمه أكسوتوسين موجود بخاخ يعني يستخدم بشكل البخاخ هذا والغرض منه علشان بيعمل ملك إيجيكشن عشان يخرج الحليب مع العلم الأكسوتوسين هذا دواع مشهور جدا وهو من ضمن أدوية الطلق الصناعي يعني يساعد في الولادة ويستخدم في النزف بعد الولادة وله العديد من الاستخدامات إذن هذا فيما يتعلق في الأكسوتوسين وما يتعلق في اللي هو البرولاكتين طيب بننتقل إلى موضوع آخر فيما يتعلق Disturbance of prolactin لو قل البرولاكتين اسمه هيبربرولاكتيني應該 هيبوبرولاكتيني Она في الدم هيبوبرولاكتيني وهو مرض نادر الهيبوبرولاكتيني الزيادة اسمها هيبربرولاكتيني إذن يهمنا بشكل كبير جدا هيبربرولاكتيني أنا كلمتكم في البداية معنا اللي يتحكم في البرولاكتين دوبامين أنا نساة الله الناس أو النساء اللي عندها تعاني من الهيبوبرولاكتيني المرأة اللي عندها نقص البرولاكتين اللي في الدم بنزيد البرولاكتين عن طريق يعني بنزيده عن طريق إعطاءها دواء أنتدوبامين عشان يقل الدوبامين وبالتالي يزداد من؟ يزداد البرولاكتين لكن المرأة اللي عندها هيبربرولاكتينيم يعني زيادة البرولاكتين في الدم بنعالجها عن طريق دواء يزيد من؟ اللي هو الدوبامين وبالتالي لو زاد الدوبامين يقل من؟ يقل اللي هو البرولاكتين أو هرمون من؟ البرولاكتين على العموم ما هي وظيفة البرولاكتين عند الفيميل وما هو وظيفته عند الميل؟ عند الفيميل ممكن يعمل عند المرأة لو زاد البرولاكتين بيعمل عندها إمنوريا انقطاع الطمث بيعمل عندها جلكتوريا يعني خروج الحليب دون أوانة خروج الحليب دون أواني قبل هذا مثلا بنعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الهيبر برولاكتينيميا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة هرمون البرولاكتين اللي هو في الدم طيب لها علاقة في حاجة اسمها أدينومة ممكن نتيجة ورم يعني لها علاقة فيسيوليجيكال نتيجة بريجنانسي مثلا بريست فيدنج مرأة مرضع والامنتل اللي هو استرس الاسترس يؤدي إلى زيادة البرولاكتين لها علاقة في أدوية من هي الأدوية قلنا اسمها دوبامين أنتاجونيست لو في مرأة أخذت كرو ليكلور برومازين هذا دواء أنت دوبامين بيزداد من؟ بيزداد اللي هو البرولاكتين طيب ما هي اللي هو السامبتومز أو ما هي العراض نتيجة زيادة هرمون البرولاكتين عند المرأة يحصل إمنوريا قلنا انقطاع الطمث ممكن يحصل عندها جالكتوريا خروج الحليب دون أوانة بيحصل عندها بيقل عندها الأوفيوليشن اللي هو التبويض وبالتالي ممكن يحصل عندها عقم لأن البرولاكتين بيقلل جوناد وتروبين هرمون بيقلل ال FSH والLH وبالتالي بيحصل عند المرأة انفرتلتي عقم طيب نتيجة زيادة هرمون من؟ البرولاكتين بيحصل عندها لوز أوف ليبيدو وبالتالي يتقل عندها سيكس درايف يعني بيحصل عندها بينفول أثناء اللي هو ديورينج انتركورس أثناء العلاقة بيحصل عندها اللي هو ألم تشعر بالألم نتيجة تقلت من؟ اللي هو الاستروجين عند الرجال يا شباب آلية عمله أو عمله غير معروف إلا أنه بيعمل عند الرجال مثلا يعني ضعف جنسي بيعمل عندهم جيانكوماستيا يعني زيادة حجما الثدي طيب لدينا أدوية كيف نعالج اللي هو زيادة البرولاكتين بنعالج زيادة البرولاكتين بواسطة أدوية اسمها دوبامين أغونيست لدينا دواء اسمه بروموكريبتين ودواء آخر اسمه كيبرغولين إذن هذه اسمها دوبامين ريسكتور أغونيست نحفز الدوبامين وبالتالي يزداد الدوبامين عشان يقل من؟ عشان يقل البرولاكتين على العموم ما هي الأمراض التي نحتاج فيها أن نحن نزيد الدوبامين؟ أشهر الأمراض اللي نحتاج فيها أن نزيد الدوبامين مرض اسمه باركنسينيزم باركنسونيزم معناته والشلل اللي هو الرعاشي نحتاج أن نحن نزيد من الدوبامين وبالتالي الأدوية هذا لسيما البروم وكريبتين يستخدم في الباركنسونيزم في الشلل من الرعاشي طيب إذن هذه الأدوية تسمى أنتدوبامين تستخدم في الباركنسونيزم وتستخدم في الهيبر برولاكتينيميا في الهيبر برولاكتينيميا اللي هو في زيادة هرمون اللي هو الحليب لسيما قلنا عند من عند النساء كيف استخدام الأدوية هذه لدينا قلنا بروموكريبتين ولدينا كيبرغولين على الأمم أشهر دواء للمرأة اللي عندها هيبربرولاكتينيميا هو كيبرغولين يسمى في السوق دوستينيكس داخل الباكت يوجد مثلا قرصين كل قرص قوة نص ميلي جرام إذن داخل الباكت قرصين كل قرص قوة نص ميلي جرام شوف كيف بيستخدم هذا الكيبرغولين لو كانت المرأة تحتاج تستخدمه علشان بريفينت لاكتيشن عشان توقف الرضاعة يعني ولدة المرأة هذه تحتاج أنها توقف اللي هو الحليب بتستخدم يا شباب اللي هو قرصين مرة واحدة فقط طيب بتستخدم القرصين مرة واحدة فقط يعني بعد الولادة لو تستخدمه عشان استاب لاكتيشن توقف اللي هو الولادة افتر بريست فيدنج يعني بعدما أرضعت الطف تحتاج توقفها بشكل تدريجي ممكن تستخدم اللي هو كل قرص تقسم نصفين مثلا نصفين بتستخدم نصف الصباح ونصف من اللي هو المساء لمدة يومين يعني احنا قلنا داخل القرص يوجد داخل الباكت يوجد قرصين كل قرص قوة نصف ملي جرام القرص اللي نصف ملي جرام بنقسمه يعني المرأة بتأخذ ربع ملي جرام الصباح وربع ملي جرام المساء في اليوم الأول واليوم الثاني نفس القصة ربع ملي جرام الصباح وربع ملي جرام المساء فقط هذه الجرعال الدواء هذا لو كانت المرأة تحتاج هذا الدواء عشان المرأة هذه عندها عقم تحتاج أنها تعالج العقم والعقم عندها بسبب زيادة هرمون من الحليب نفس القصة داخل الباكت قلنا قرصين بتأخذ قرص مثلا يوم السبت مثلا والقرص الآخر مثلا يوم الثلاثة يعني بتعمل فارق زمني يوم أو يومين بين كل قرص وآخر متى بتستخدموا بعد اللي هو المنسز أو بعد اللي هو الطمث مباشرة خلال الأسبوع الأول من اللي هو الطمث إذن هذه الجرعة بالنسبة للكيبرغولين سواء عشان قلنا يحفز سواء عشان يوقف اللي هو الحليب أو عشان مثلا يعالج العقم اللي يسببه زيادة هرمون من البرولاكتين إنك تفي بالقدر هذا فيما يتعلق بأدوية ما يسمى جروث هرمون أيضا اللي هو البرولاكتين